يار بكونوا ناطرين حزوزون وأبراجون وتوقعات الفلاك وما في غير مدام نجلة أباني لتعطينا كل التفاؤل سعد صباحك صباح الخيرات يا مدام صباح الخير يا مدام صباح الخير للجميع تظلوا دائما بخير دائما أيامكم سعيدة اليوم 19 ديسمبر كانوا الأول ثمانياتي للجميع بالخير كواكبنا ما زالت في أماكننا ما زالت عطارد متراجعا في برج الجدي هل هذا عم بيخلي أغلبنا مكتر مرتاحين على صعيد الأمور العملية على صعيد سفر أوراق على صعيد أعطال بأجهزة الكترونية أو كهربائية كمان الزهرة ما زالت تتقدم في برج العقرب يعني مولود برج الثور والأسد ليسوا في أفضل حالاتهم والمريخ ما زالت متقدما في برج القوس هل هذا عم بيخلي موليد برج الجوزاء العزراء برج القوس وبالتأكيد برج الحوت مانون الأريح على المستوى الشخصي إن شاء الله الأيام سعيدة للجميع أول أخباري العزيزة مولود برج الحمل لليوم الأمور جيدة لألك رغم أنه عندك أنا برأيي نوع من أنواع المتاعب بسببه يمكن أخذوا عطا مع الناس حواليك نقاشات مكتير منطقية نوع من أنواع الصدمات يعني ما بتمنى أنك تصطدم بمن حوالك اليوم يوم فيه ثرثرة فيه قيل أو قال فيه أخذوا عطا مع الناس حواليك وعندك نوع من أنواع الحزن أو الكسل أو فقدان الطاقة أو ضيئة الخلق يعني ما كتير بشوفك بالأيام الأريح مولود برج الحمل من مبارح أمورك لا تعتبر كتير الأريح يعني بدك شوي ترواء وشوي تهدوك مولود برج الثور اليوم أمورك جيدة جدا وعندك تواصل تفاهم تنقلات غالبا أصدقاء جلد أو غرباء أو نوع من قصص اجتماعية فنية جميلة ما بعرف دعوة مناسبة سفرة حياة اجتماعية مناسبة إجراءات مهمة أصدقاء أو معارف أنا بشوف مولود برج الثور اليوم مرتاح والأمور العلاقة تجمعات مريحة ربما مولود برج الجوزاء اليوم أنت اللي يبانك مرتاح ما بعرف الماضي كأنه عم يقلق راحتك أو حواليك بعض الأخطاء أو نوع من أنواع النسيان هلأ كتير بدك تنتبه على حكاية النسيان كتير بدك ترتبه أنك ما ترتكب أخطاء غير مقفودة يعني هاي اللي ما بننتبه له وحاول أنه تنتبه من نزاعات أو تأجيل أو عرقلة هلأ ما بعرف للحظة ممكن تشعر للحظة ممكن تشعر أنه الجميع ضدك ويمكن فيه إزعاجات من أشخاص حواليك هلأ أنا ما بشوف فيه شي سيء على كل الأحوال شوي تفاصيل صغيرة عملت له مضايقات مولود برج السلطان اليوم أحد الأيام الإيجابية اللي عم بتشارك يمكن الأصدقاء الزوج العائلة زملائك نوع من أنواع المشاوير أو نوع من أنواع النشاطات تتغير حياتك للأفضل مولود برج السلطان ويمكن تصل للمساء تقول لا أنا عملت كذا وكذا وكذا اليوم أنت أقل حديث أقل عصبية وفعال أكثر الحقيقة أو يمكن تتصل بأشخاص بتحبهم يمكن يكون عندك نقاشات مؤيدة لما تريد وربما ترفع من شؤونك المهنية اليوم يوم حلولي مولود برج الأسد قرارات اجتماعات سفار مشاريع مؤجلة ممكن يلتقى لحلول تقوم بواجباتك على الغالب وتعيد تأهيل علاقاتك تتمسك بمن تحب وعندك قصص عم تناقشها بشكل مهم يمكن عم تستمتع بمحبة المحيط تعاطف أو تأدير من الناس واحترام لألك غالبا على فكرة مولود برج الأسد عم يناقش بعض الأمور المالية مولود برج العزراء ليس من أحد فينا كامل فلا تروح أخطاء يعني إنجازات كبيرة بنوع من أنواع الأخطاء الصغيرة من المبارح لليوم ما نكتير مرتاح ركز على الإيجابيات لا تدخلوا بصراعات جديدة وحاول أنك تمرقنا هاليومين بهدوء غالبا أنت شوي معصب أو متضايق فكن أكثر واقعية مولود برج العزراء تفاهم مع المحيط وما رح تحل مشاكلك أبدا بالعصبية اليوم لذلك قلل كلامك وحصود ما زرعت غالبا في بعض المضايقات أو الحساسيات مولود برج الميزان اليوم يوم فيه عمل كتير وما بتمنى تبعسل نشاطاتك بأشياء ما كتير بتلزمك ما بعرف لأنه فيه تفاصيل عم تدخلها بتقدر تأجله وتهتم بعملك أكتر فيه بعض الإشكالات أو الأعطال التقنية عندك بمجالات العمل هلأ اليوم بدأت الحكاية شوي تهدوء لأنه الحياة فيه مسؤوليات إضافية قبل الهدوء أنا برأيي أنك هيك تقعد وتفكر شو هو المهم وبلش فيه نهارك لأنه كل يوم نبلش نهارنا بحيوية وبطاقة هلأ انتبه شوي صحيا مولود برج العقرب أحد الأيام الإيجابية بالنسبة لك والجيدة ليكون عندك قرارات بهمة أخبار مطمئنة أو عم تشرح وجهة نظرك بشكل ما سموع الصوت يوم عم تحسن مركزك بالعمل عم تترك الأمور تندج عم تكون إيجابي بالحوار وفعليا عم تعرض حجج منطقية عم تتواصل مع فعاليات يعني اليوم في هيك شي من المفاجآت اللي ممكن تكون إيجابية أو نوع من أنواع التحسن عزيزنا مولود برج القوس اليوم عم بتزيد الهموم لأنك متعب ومانك مرتاح يعني يمكن في بعض المواقف الخاطئة شعور بعدم الأمان خطوات انسحابية ربما من قصة حواليك يمكن الناس حواليك متعبين من الواجب إنك تتحملون شوي ما تزعجون ما تزعج نفسك من أمور صغيرة يعني حاول تلاقي حلول واسماع آراء الآخرين مو بس مواقفون يعني ممكن اليوم تكون معرض مولود برج القوس للفهم الخاطئ الجديد اليوم عنده حركة نشاط حفاوي أينما وجدت يمكن تحقيق للأمان تعويض اللي فاتك يعني نوع من أنواع التغييرات أنت ما حط أنظار المحيط وهي الأيام يعني المجتمع حواليك أو المحيطك يشهد بكفاءتك وعم بيقلك إنه هيك وجهة تزلك صحيحة مليء بالطاقة وعمت عندك نوع من أنواع الإنجازات كن متواصلا مع من حولك مولود برج الدل وجود الزهرة في برج العقرب عم يزعجك بتأخير اتفاقيات أو تأجيلها خاصة بالقصص المالية هلأ أمورك المالية فيها صرف أكثر مما يجب وبدون داعي صرف أكثر من الدخل ويمكن عم ترتب عم تحاول ترتب أمورك المالية بس الأمور المالية هي مصدر للتعب هاي الفترات توقع مصاريف إضافية على كل بهاي الأيام وحاول إنك ما تصرف أكثر مما يجب حيث لا يجب على الأقل الأجواء إيجابية حوالين مولود برج الحوت اليوم الأمر ببرجك عم بيخليك مشغول باتصالات تلتقي تفرص تكره البقاء وحيدا سعيد مع أصدقاء أو آر جميلة وعم تعزز علاقاتك بصداقات يمكن وحد الأيام الإيجابية لألك خليني عايد مولود اليوم مولود 19-12 ديسمبر شعل من النشاط والحيوية ساخر من الطراز الأول يصلح للفن للتمثيل للتقليد للموسيقى للرواية كائن متحرك بسيط لا يعرف كيف يحتفظ بأسرارك لأنه أصلا ما بيحتفظ بأسراره حضاري يؤمن بالتجديد بحب ينفزه قبل الآخرين محب للمظاهر عنده نهم للتعلم ما يفيده وما لا يفيده مزيج من الزكاء والمرح كائن يتكلم فتصغي له حديث ومنفتح وحضاري طبعا سنة كتير مهمة بالنسبة لألك خاصة لارتباط لتغيير بحياتك العائلية لتوضع نقاط على الحروف لتنبسط يمكن بعلاقاتك بالآخرين أنا بشوف الأمور رايحة باتجاه الأفضل والحظوظ مساعد بالتأكيد على ١٨٤ رسائلكم من أي موبايل داخل سوريا صباح الخير معتز عم بيسألني عن أموري سيدة وقتك يا معتز والله سنة جيدة جدا بالنسبة لألك مع أنه أنا بقول ستة شهور الأخيرة هي الإيجابية وهي اللي ممكن تكون مهمة وممكن تكون حاملة تغييرات يعني الفترات القادمة ماشي حالة لا نتعتبر الأفضل ولا نتعتبر الأسوأ معتز يعني مثل الأربع خمسة شهور الماضين ما في تغييرات بس ما نوسيقين سنة عم تسألني مع جعفر عم تقال لي أنه مشروع خطبة كيف أمورنا حظوظك مساعدة جدا جدا يا سنة أنتوا بالسن الأكثر حظا بس أنا بشوف علاقتكم يعني للتجاذب أكثر منها للتوافق قل لي كلام وقل لي عصبية حطي ببالك أنه هو من الأشخاص اللي بيحط بقلبه ما كتير بيعبر عن نفسه مثلك أنت أي كلمة أي فكرة بتخطر عبالك أي كلمة بتخطر عبالك بتقولي يا دغري هو شخص مختلف تماما بيصمد 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 وفجأة بتلاقيه تغير لذلك انت بي سنة من هذا الجانب حمزة عم بيسألني عن أموره سنة جيدة جدا لك يا حمزة وإيجابية وغالبا للتغييرات نوها عم تسألني إحدى الأعوام الأفضل حظا والعلاقات الأفضل يا نوها بس إذا هو زوجك أنا برأيها الأشهر ما كانت كثير مريحة ماليا ولسه الصراحة بدك تقريبا للشهر التاني يعني لشباط فخف في صرف انت وياه باعتباركم أصلا أخصائي صرف العالميين رولا بنت أماني عم تأمني صحية ما عندك شي سيء صحيا يا رولا بس الشهر القادم ما نو كتير مريح يعني شهر كانو التاني فإذا عندك شغلة قلقتك على الصعيد الصحي استشيري طبيب حبيبتي بيكون الأمور أفضل إذا دوقاتكم وتضلوا دائما بك تضلي بألف خير يا مدام وأيامك شكرا لك يا مدام